تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رأس خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت اللي أكثر تنوعت من حيث أشكال وأفكار المحتوى تأثير رونالدو كلمة انتشرت عام 2018 لما انتقل رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس وكانت هذه الكلمة بتعني النتائج المالية الفورية اللي حققها اليوفي من التعاقد مع كريستيانو لكن رغم تقدمه بالعمر أكثر وأكثر ما زال رونالدو ملك التأثير الإعلامي في كرت القدم والصحف كلها سارعة ترصد وضع عودة رونالدو لليونايتد من حيث الأرقام والتأثير التسويقي والمالي التأثير الأول الفوري منشور إعلان عودة رونالدو على حساب من يونايتد في إنستجرام بحقق ما يقارب 13 مليون إعجاب ليكون أكثر منشور رياضي تأثيرا في تاريخ منصة إنستجرام وهذا اللي وحده يوضح الشعبية الجارفة والفرحة اللي جلبها رونالدو بمجرد عودته للمانشستر يونايتد الإعجاب مش كل شيء فرونالدو استطاع في أول 24 ساعة يجلب للمان يونايتد اللي مشهور أساسا في السوشيال ميديا ما يزيد عن 2.5 مليون متابع في إنستجرام علما إنهم زادوا مليون خلال ساعتين فقط لازم ما ننسى إنه موقع من يونايتد إنهار تحت ضغط الزيارات حسب ما أعلن النادي رسميا وأسهم الشياطين الحمر مدفوعة بتفاؤل الصفقة ارتفعت بما يقارب 8% خلال 8 ساعات فقط وهذا كله بذكرنا حتى بتأثير رونالدو على أسهم كوكاكولا لما رفض يشربها كيف تراجعت أسهمها بشكل مؤقت وهناك توقعات بمبيعات قمصان مجنونة لكريستيانو لازم ما ننسى إنه لما وصل اليوبي باع نص مليون في يوم واحد وما يقارب مليون لما وصل ريال مدريد وأيضا خلال 24 ساعة فقط الآن ما ننسى مع وجود رونالدو وعودة الجماهير بتوقع مبيعات مجنونة لكومصان وبتوقع المحللين نسمع أرقام قياسية قريبا بخصوص مبيعات قمصان لاعب واحد فقط اللي هو CR7 وهناك توقع بارتفاع حجزات التذاكر الموسمي للنادي وأيضا توقع بارتفاع كبير بعدد عقود الرعاية المتوسطة بما إنه معظم العقود الكبرى في يونايتد محجوزة لسنوات باختصار هناك من يردد في أروقة إدارة من يونايتد معلومة مفادها رونالدو سيدفع راتب بنفسه لكن بشكل غير مباشر وأكيد الملاكة بيتمنوا إنه رونالدو يكرر تأثيره الاقتصادي المذهل في كل من ريال مدريد ويوبينتوس وبالتأكيد حيكونوا سعداء أكثر لو حقق محهم نجاح رياضي مثل الفوز برقب لبرميرلينج أو دور الأبطال عشان الشياطين الحمر يرجعوا لما كانتهم الطبعية باختصار بإمكاني أقول في نهاية هذا الفيديو رونالدو يبقى نجم مؤثر إعلاميا لم يأتي له مثيل في كرة القدم أبدا بطلب منكم لو سمحتوا تتركوا لايك على هذا الفيديو وتشاركوا مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة